حتى نختم بصراحة قولي تصريحاتك الأخيرة اللي كانت عملت ضجة بسبب إلحادك قولي بصراحة ما شكلت لكش مشكل في الجزائر وأنت تتسوق في السوق أولا أنا لم تكن حول إلحاد يعني هذه كانت مغلوطة وقدمت يعني اعتذار لا لا اعتذار لمن يعني كانت مغلوطة اعتذارني مشايح عن المسلمين كانت مشايحة طبعا أنا احترم مشايحة عن المسلمين أكثر من غيري فهمت ولكن هذه كانت أقصد أنه الإشهار بالإلحاد ربما كانت فخة مفخخة مركزة منظمة من زمان وشي اللي قلت يعني المقص لعبة دورا رهيبا خبيثا لم أقول لهذه الأشياء طيب أصرعت لكش مشكل بصراحة تصريحاتك في الشارع الجزائري لا 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 طيب سيد مجدرة تقولي بصراحة ما تفكرش أنك ربما أعلنت إلحادك ما تفكرش أنك تعلن إسلامك للجزائري لا لا شوف لا هذه السؤال خارج الموضوع لأني ما نش في الإلحاد أنا تكلم مع المعرض واشتريح لا 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 هذه قضية خاصة أو هل يمكن أن أعرف أنت ملحد أنا أظن أنك أنت ملحد لا أنا مسلم لا أنت تقول أنك مسلم لا لا أنا أقولها لك أنا كما الناس كما حكيت في الحصة الناس ألاقينا يصومونا في الصيام ينامونا كل اليوم ويأكلونا كل الليل هذو صائمين لا لا سيد مجدرة تقولي أنت ملحد من حقك أنا أقول لك أنا مسلم تقدر تقول أنا مسلم سيد مجدرة؟ أنت تحكم عليها أني ملحد وأنا لم أقلش لا لم أقل لم أصرح لم تصرح أنك ملحد؟ أبدا أبدا طيب يعني تنفي إلحادك قلت أمر خاص قلت أمر خاص بي أمر خاص فهمت؟ وقضية إسلامك أنت أمر خاص بيك وأنا أشك في إسلامك يمكن أني أنا أشك في إسلامك؟ لا أنت تحاول تهرم الإجابة لا لا وأنت كذلك أنا أقول لك أنا مسلم هل تقدر تقول أنا مسلم سيد بوجدرة؟ بصراحة لا أقول لك أنا موضوع خاص بي أو بيك خاص بي يا سيد بوجدرة